سخنة على طول على طول يلا وقال لك ناس كتير توقفت أمام اختيار أحمد فتوح ومحمد صبحي للمنتخب في وقت هم لازم يكونوا مشتتين أعصابهم بيضة عايزين يجددوا عندهم عروض سابوا النادي وخرجوا بالليل وكان صبع عندهم مباراة النادي عرضهم للبيع بعيدا عن أن لو مهاراتهم رائعة وفي حالة بدنية رائعة دي حالة نفسية ما تخليش أي حد يلعب إيه المبررات من وجهة نظرك اللي تخلي مدرب منتخب ياخد لعبة وهي في هذه الظروف الزيطة في مدربين طريقتهم في التعامل مع الأمور بتبقى دخلة في الهيصة طالما فيه جدل يبقى اللعيب ده ييجي معايا عشان أشوف أطلع منه يمكن تضربه ويبقى لعيب جامد ويكسبني أحمد فتوح لعيب جامد بس في ظروف مش طبعية نرجع بقى تاني لفكرة ليه بنقول عليه جامد يعني ليه أحمد فتوح جامد معانه مش جايب أهداف كتير ومش محاق لا لا هم شغلته يجيب أهداف طيب ولا صانع كتير لكن إيه تاريخ أحمد فتوح عشان يتشرط على نادي الزمالك ويبقى لعيب بيعمل اللي بيعمله ده مع نادي الزمالك واحنا بنكرمه وناخده منتخب مصر كوي ايه اللي قدمه حنلاقي مفيش يعني حنلاقي بطولات تقريبا خد اتنين بطولة دوري مع نادي الزمالك لعب خد كاس مع نادي الزمالك مع منتخب مصر لم يحقق أي شيء غير وناخدش بطولات أفريقية خالص وطبعا بطولات أفريقية مفيش فإيه هو اللي عمله يعني مش أحمد سيد زيزو مثلا طبعا يعني السيد زيزو عنده نفس الظروف تقريبا أحمد سيد زيزو عنده نفس الظروف وعنده فلوس متأخرة وعنده مشاكل مع نادي الزمالك بس بيلعب في الملعب وملتزم وعلى خلقه وعمره ما عمل حاجة ثانيا فكرة انك انت تكون بتلعب في نادي زي نادي الزمالك وعنده مشكلة مادية أو عنده مشكلة إدارية كلنا كل عارفنا وتيجي في لحظة ما في وقت ما تقرر ان انت مش عايز تكمل ده حقك انت عندك فلوس متأخرة وانا مش هكام بس عقدك ينتهي السنة دي يبقى لازم تلتزم تماما لحد ما عقدك ينتهي لعين ما تروح تشتكي بالضبط كده وتروح أقو معايا أنا ده أحمد فتوح فأحمد فتوح ليس بهذه القيمة اللي ندفع فيه أي نادي في مصر يدفع فيه 30 مليون جنيه في السنة عشان ايه عشان ما تب فكرة طرح الزمالك ليه ان احنا بنعرضه للبيئة هلأ انه عارف انه مش هيدا ردينه الفلوس اللي هو عايزها وفتوح معياره الفلوس لا أهل ولا زمالك ولا غيره وانتوا هتدوني كام ولا علشان فعلا خرج بالليل يعني ما هو معادين يقولوا كله حتى مدير الكرة بيخرج بالليل وبيروح ينام في بيتهم ويرجع السلطة لا هو اللذيذ في الموضوع والله أعلم ده صحيح ولا كده لا هو اللذيذ في الموضوع ان احنا اعلننا العقوبات وقلنا ان فيه تحقيق ايه في اي حتة في الدنيا في اي حتة في العالم بقول ان فيه تحقيق وبعد كده على العقوبات ايه ما فيش العكس دي ما بتحصلش هم عملوا العكس ايا كانت اسباب إدارة نادي الزمالك فهي اسباب المفروض راجع لهم هم اللي يقولوا اللي عندهم ده صحة ولا غلط لكن اللي يهمنا احنا في الوضع كله هل القرارات دي بالنسبة لموقف حصل الموقف اللي احنا كلنا عارفنينه بقى وهو اعترف ليه ده ينفع معاك القرارات دي اه ينفع لان انا عندي ماتش مهم بكرة وانت سبتلي المعسكر وروح تتعشى زي ما انت قلت كده رايح تتعشى نخليها قادة على اه اه يا ما رايح يتعشى روح تتعشى مفيش حاجة اسمها كده احنا مش قاعدين في البيت طبعا نعم مش فيه نظام غذائي معمول للعابة لنت المباراة مش هروح انا اضرب سمين قبل ما اجي روح هلعب مع زيدي يعني مفيش الكلام ده فالقرار بالنسبة لي انا مناسب جدا لانه طبعا اه يعني انت بتؤيد نادي الزمالك في طرحه للبيع طبعا طبعا يعني ما عادش ينفع يلعب معانا لانه انت مهما اسمك وصل حيجي ايه جنب نادي الزمالك طيب هل لو الاهل فكر انه يدخل في صفقة معاه وهو قانونا من شهر يناير اقدر روح اتفاوض معاه حتشوف ان النادي الاهل اصرف غلط وان ده يتناقض مع كل اللي بيتكلمه عن المبادئ لان انا جاي بلعب مشاغب وساعة ببتتأخر الفروس بيتمرض عن نادي فاللي يتمرض على نادي كبير زي الزمالك بيتمرض على نادي كبير زي الاهل لا ما احنا اتعلمنا بقى ان الصفقات والحاجات دي ما فيهاش كل الشعارات اللي احنا بنقولها دي هو بيبقى في الاخر مصلحتي فين انا محتاج اللعيب ده طيب ايه بس اللعيب ده اللي محتاج ضوابط علشان يلعب معاه وفي الاخر بيقولك بقى ما لما يجي لنا انا هحط له الضوابط بتاعتي ولو تخطاها ما التجارب أثبتت ان اللي جبناهم وكانوا كده برضو ما تعدلوش هو ده اللي احنا عايشين فيه هو ده اللي احنا عايشين فيه فحيحصل نفس الفيلم اللي هو الاهلي محتاج احمد فتوح هيتفاوض بس الفكرة في كلها في ايه لكن انت لو حتى رحت مضيت احمد فتوح مش هيلعب معاك غير السنة الجاية ايه بعد الصف الجاية حيقعد فين بقى كل الفترة دي حيعمل ايه يعني حيلعب فين ولا حيقعد فين هل حتجيب له ققد بره بقى مثلا ويروح يلعب طب الفلوس دي حتروح للزمالك طب ما تروح تشتري من الزمالك وتخلص ايه يعني اشتريه ستة شهور ده لسي يعني ستة شهور هيدفع فيهم كامل يعني انت بقى عايز تروح تشتري اتفاوض معنادي الزمالك بشكل مباشر ايه يعني خلونا نعمل نموذج جديد اه ياريت ياريت نفسي في حياتي ان احنا نتعامل مع الكورة والرياضة على انها رياضة عادي انا عايز اللعيب هل عندك اي معلومات هو متاجة اللي فين زد قفلت الباب تماما وقعالت لن ندخل في هذه السابقة وكنا بنتفاوض ها دي من الكوميديا برضو دي من الكوميديات يعني يعني اولا لما نادي يطلع يقول انا كنت بها تفاوض مع اللعيب ده وقفت اصلا ازاي تتفاوض معادي جريمة اللعيب اصلا في مرحلة الامان بتاعته يعني نفعش تتفاوض معا والنادي الزمالك بيشيد بهذا الأداء يعني ان النادي يزد فطبعا انت كلام يعني ما بحسبش غير عندنا في اشت لكن المشكلة الأكبر دلوقتي لو انت عايزه كنادي الأهل يعني روح اكلم نادي زمالك او نادي بيرامدز او نادي بيرامدز هل حيبقى مفيد يعني هو ولا محمد حمدي بالنسبة لي محمد حمدي طبعا طبعا لان محمد حمدي لعب أساسي في المنتخب الأولومبي لعب قوي جدا لعب ناشئ لسه طالع لسه العمر قدامه 25 سنواته بس العمر قدامه كبير لعيب عنده قدرة على ان هو يلعب في كذا مركز في نفس الوقت عنده قدرة هجومية اكبر من فتوح ايه اللي ممكن يدفع نادي بيرامدز ان يدور على أحمد فتوح ويضحب محمد حمدي ان محمد حمدي مارداشي جدد في يناير مثلا لا ان محمد حمدي يبقى لأهلي اه او يتفقوا هم هل لديك أي معلومات اهل أهلي عايز محمد حمدي طبعا عايز محمد حمدي ولا احمد فتوح دلوقتي محمد حمدي دلوقتي بالنسبة له طبعا محمد حمدي